في 14 فبراير 24 انتخب جعفر ولي رئيسة للنادي الأهلي ومعه أمين سامي وكيلاً ورياض شوي أميناً للصندوق لما تولى جعفر باشا النادي كانت مساحته كلية حوالي 8 فددين وفي 5 سنين بس وصل المساحة إلى 17 فدان وبالشكل ده أصبح النادي الأهلي بالـ 17 فدان وزيادة أكبر الأندية المصرية أهم من زيادة المساحة هو المحافظة على مكان النادي نفسه لأنه كانوا فيه فكرة أنه يتنقل منها 1930 طلبة الجمعية الزراعية الملكية نزع ملكية النادي الأهلي في جزيرة على أن تعودوا بقطعة أرض أخرى في منطقة الأندية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت بجوار مصرح البالون ولكن النادي الأهلي تراوه وأجل البقات في هذا القرار لحد ما يفهم المغزى من وراء هذا القرار وبالبحث والدراسة تمسك بالأرض وقال لهم لماذا أرض النادي الأهلي نادي الفروسية بمساحته الصغيرة الملاصق للنادي كان مأجر جزء من أرض النادي الأهلي الجمعية الزراعية الملكية لما بعثت للنادي الأهلي علشان تدي له أرض تانية بديلة النادي الأهلي تنبه إلى أنه ده بداية سلب أرض النادي وضم أرض النادي لنادي الفروسية وخاض النادي الأهلي حرب شارسة جدا في سبيل الحفاظ على أرضه اللي فضل فيها من وقت إنشاءه حتى الآن الأهلي بقيادة جعفر ولي لما رفض نقل الأهلي من مكانه كان الرفض مش لمجرد الرفض هو كان بيحافظ على نفس النقطة اللي اخترع مؤسس النادي بهدف توفير جو صحي لأعضاء النادي المسألة كانت عند جعفر ولي باجا مسألة مبدأ مبدأ الحفاظ على الأهلي مبدأه مكتسبته مفيش تفريد في حق من حقوقه ودي ربما الصفة الأساسية اللي موجودة لكل رؤساء النادي الأهلي من بعده لا تفريد في حق النادي